تهريب الدولار إلى سوريا حرفياً هذا ما ذكره المصرف المركزي قبل يومين كسبب رئيسي لتدهور الليرة وارتفاع السعر الصرف الدولار دراماتيكياً في الشكل قد يعتبره البعض سبباً ضمن أسباب كثيرة أما في المعطيات الآتية فهي خطة بالغة الخطورة لإنعاش النظام السوري على حساب الاقتصاد اللبناني بكل بساطة في مجموعة من السرفين وتحديداً سواء بالضحية وسواء بشكل خاص اللي بيشتغلوا بين منطقة الشتورة والمصلحة واللي معروفين كلهم بالأسماء كل ما يصير فيه هيدل انهيار بالدخل السوري بسعر الصرف بيبلشوا يشتروا كميات هائلة من الدولارات لمصلحة النظام بمحاولة لإنعاشوا بحسب المعلومات فأن ملياراً ومئتي مليون دولار تم نقلها من لبنان إلى سوريا في الأسبوعين الماضيين عبر المعابر الحدودية بقاعاً وشمالاً بواسطة سيارات ذات زجاج داكن وتملك بطاقات تسهيل دخول وخروج ما يؤكد تخطية تلك العمليات سياسياً وحزبياً بآخر أسبوعين التقديرات عم تحكي عن سحب بحلود المليار ومئتين مليون دولار من لبنان إلى سوريا وهذا اللي عم بيغرق الاقتصاد اللبناني وعم بيغرق الوضع المالي اللبناني عم بيغرقهم بكم من الأزمات والانهيارات المعلومات تشير أيضاً إلى أن عصابات تأتي من دمشق لشراء كميات من الدولار مقابل الليرة السورية التي يبيعها الصرافون إلى تجار يشترون بها البضائع من سوريا لبيعها في السوق اللبنانية بالعملة الوطنية لتتحول فيما بعد إلى دولار وتهرب إلى سوريا من جديد عم بيجوا بيشتروا الدولارات من لبنان مقابل العمل السوري هاودي الصرافين بيجوا يعني بيعطوها لتجار اللبنانيين موجودين تحديداً بالبقاع بيروحوا بيجيبوا فيها كمية كبيرة من البضائع من سوريا بيرجعوا بيعوها بالداخل اللبناني مقابل الليرات اللبنانية والدولار الأمريكي كل تلك المعطيات كفيلة بأن تحدث شحن بالدولار في السوق اللبنانية فيرتفع السعر صرفه مع زيادة الطلب عليه وانعدام عرضه لذلك يسعى المركزي للجمه عبر شراء كل ليرات وبيع الدولارات ضمن سعر الصرف 38 ألف ليرة الذي حدده على منصة سيرفا